مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السابع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقصر سموه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأشهد سموه بالإنجازات الرياضية المتميزة التي حققتها الاتحادات الوطنية في العام المنصر بعد تحقيق 683 ميدالية ملونة من بينها 304 ميداليات ذهبية ليجسد أبطال وبطلات مملكة البحرين شعار العصر الذهبي على أرض الواقع وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن تلك الإنجازات الباهرة ما كان لها لتتحقق لو لا دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للحركة الرياضية ورؤية واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عقب ذلك تمت مناقشة باقي البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث قرر مجلس الإدارة دمج رياضات الموروث الشعبي واتحاد الألعاب الذهنية والإلكترونية تحت المجلس البحريني لرياضات الموروث الشعبي والألعاب الذهنية والإلكترونية مع تشكيل اتحاد رياضي للألعاب الإلكترونية على أن يناطى بهذا المجلس رعاية وتنظيم شؤون هذه الرياضة والألعاب ووضع الأسس والبرامج والخطط الكفيلة بتطويرها والنهوض بها كما تم إقرار الميزانية السنوية لعام 2020 للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية ومناقشة معايير تقييم وتوزيع ميزانيات الاتحادات في السنوات القادمة كما اعتمد مجلس الإدارة يوم الثلاثة 11 فبراير المقبل 2020 موعدا للنسخة الرابعة من اليوم الرياضي الوطني والذي تحتفي به مملكة البحرين سنويا كما اعتمد المجلس تشكيل اللجنة المنظمة العليا برئاسة الأمين العام سعادة السيد محمد حسن النصف ودعا سمو إلى الأعداد والتحضير لفعالية اليوم الرياضي مع الحرص على إشراك أكبر عدد من الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع العام والخاص لما يمثله اليوم الرياضي الوطني من أهمية كبيرة في الترويج للقيم الرياضية والتشجيع على مزاولة الأنشطة الحركية من أجل الصحة النفسية والبدنية كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة ببرنامج خالد بن حمد لرياضي النخبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر